والله يا عمر انا شايفة انه يمكن احنا ما بقناش نهتم بالمضمون يعني مضمون حياتي اللي جوه حياتي اكتر من الفريم او الشكل العام يعني بالله البنات دلوقتي اتخطى بيت وقت تتجوزة هي هي بتفكر الحنة هتتصور ازاي ففيه البلوجر الفلونية او الانفلونسر الفلونية عملت لبسة معرفة شكل غريب طلعت فوق البرج نطت من فوق البرج موتت نفسها عشان تطلع ترند اه ومعرفش عملت فرحة تحت القطر يعني اعرف انا بتكلم في الحاجات الاكستريم اللي احنا بتشوفها فهي طول الوقت بتفكر هي هتبقى ترند ازاي في الحنة او في الخطوبة لكن هي ما ببصش الراجل اللي انا هتجوزه ده هل ده هيساعدني هي انا بفكر في الصور بس والسوشيال ميديا بس هو الحقيقة انه احنا عندنا كمان الازمة بسبب قطرة حالات الطلاق وقطرة حالات الفشل في العلاقات قدى الى انه دلوقتي يطالع موضة انه يا جماعة دي المؤسسة دي مؤسسة فشلة انا بديه قوي من الناس اللي بتطلع تقول كده وللأسف تيجي تحاول تقنعهم او تقولوا ليه يقولك لأ انت شوف كم الحالات وحقيقي فعلا بيبقى فعلا عنده حقف انه كم حالات الانفصال والفشل اكتر بكتير من كم حالات النجاح يعني فيش نجاح قد في العلاقات قد حالات الفشل فيقولك طب ما معنى ذلك ان الموضوع بقى مش متعلق باختياري في حين انه لا هو الفشل ناتج من زي ما انت بتقولي كده انت برضو لازم تسأل نفسك خلي بالك فيه نقطة مهمة جدا البني ادم لو بقى واضح مع نفسه يرتاح جدا انا عايز ايه انا ببحث عن الزواج ليه لانه امر طبيعي انك تكون او البنت تبقى تكون نفسها في الفرح ونفسها في الفستان ونفسها تعيش الحالة دي ونفسها تتصور ولكن انا ببحث عن الزواج علشان ده انا ببحث عن المرحلة دي علشان اعيش كل الحالات دي ولا ببحث عنه علشان استقر علشان يبقى معايا واحد اعرف اعيش معايا سواء كان الحال كويس او الحال لانه طبيعة خلي بالك اللي بيخلي الناس تفشل في الزواج توقعات كبيرة جدا هي مش حقيقية سقف الاحلام والتوقع هي بتتخيل انها تدخل تلاقي الجنة وهو بتتخيل انها تدخل الحياة تتقلب في حين انه الزواج مش معمول علشان كده اصلا يعني الزواج اصلا ربنا مخلي يجتمع راجل مع امرأة علشان الهم بتاعهم يبقى هم واحد ويسعوا في مسعى الحياة اللي هو كله مشاكل وكله ده الامر الطبيعي مش ان احنا لما هنجتمع توقعاتنا تبقى انا هو هيعمل لي كل حاجة انا نفسي فيها ومش هيهملني ولا مرة وهي كل اللي انا هقوله لها تسمع كلامي فيه مش دي حقيقة الزواج ده امر طبيعي لان احنا بشر وربنا لانه عارف انه البني ادم طبيعي في حالة اخفاق وفي حالة احسان وفي حالة مرة يسمع الكلام مرة ما يسمعش هو مرة يعمل عليه مرة ما يعملش هي مرة تخفق فده امر طبيعي فتوقعاتي في الزواج هيدي اللي بتخلي ان انا دايما لا قلت معايا النهاردة بقنا بنشوف انه غير مقبول انه الطرف الاخر يغلط معايا يعني كم الاستحمال اللي كان بيحصل من اهلين زمان بدأ يقل جدا ما بقوش بيستحملوا بعض فأشوف حالات قدامي انتو بتطلقوا لي يا جماعة اصلها هي ما عملتش كذا طب وإيه المشكلة يعني ايه المشكلة لما عملتش لا انا متجاوزة فتعمل كذا او انا متجاوزة علشان واحد اتنين ثلاثة بس هي العلاقة ما بتترسمش كده يعني هقول لحضرتك على حاجة شريعة اصلا ربنا في الزواج المعاشرة اللي بالمعروف ايه معنى معاشرة وعشره هن بالمعروف ايه معناها انا هقولك مثال بسيط احنا لما يعني لما نلاقي واحد ما نعرفوش فأي حاجة في اي مثلا مصلحة حكومية في اي في الشارع ومثلا ياخدك يعمل معاك واجب او مثلا يوصلك في حتة بتقول يوصلك لمعلومة مهمة يخلصلك وراءك اي حاجة بتقول والله الراجل ده عمل فيها معروف ايه يعني ايه معروف يعني عمل حاجة انا لا استحقاها ويعملها لله بزاد بدون مقابل بدون مقابل ما يعرفنيش والله الراجل ده قابلني عمل فيها معروف ووصلني لمكان فلاني الراجل ده خلص لي الموضوع ده بزاد فكلمة معروف هو عدم استحقاقي للشيء لكن هو بيعملهولي كده فربنا طالب منك وعاشرهن بالمعروف المعاشرة بالمعروف معاشرة دون استحقاق أنا مش عشان عملتي أعمل فحضرتك ما عملتيش ما عملش لا أنا بعمل في العادي يوم حضرتك تقل لي لي رصيد عندك وده اللي بيخلي العلاقة تتوزن إنه يا جماعة مش لازم دايما الكفة تبقى مستوية مش لازم دايما أنت عم عملتش أنت لأ طبيعي إن أنا أنزل شوية طيب ما هو إحنا طوي الوقت المشاكل اللي بنشوفها اليوم اللي فاتوا يقول لك الست اللي بتدي كتير قوي ومعطاقة والعطاء عندها بلا حدود هي اللي بتخلي الراجل يتكاسل وما يديش حواها وفي الآخر بنلاقي طلاق فهل يعني إحنا الجنننا يا عمر من السوشال ميديا يعني هل أبقى معطاقة ولا لا يعني أنا لو وديت قوي حب وحنان ورعاية وسبورت وكل حاج ببقى أنا كست غلطانة لأنه يقول لك إيه أنا برد بردو بتفرج على السوشال ميديا زي زي أي حد يعني أنا غلطانة يبقى أنا ست يعني يقول لك لأ تديله بالميزان هو الداكي أنت تديله وهو ما بديكيش مشاعر ما تديلهش فابتدي أنا أشوف الفيديو كتا أرجع لورا طب هو أنا غلطانة أي ستات بقى طب إيه ده آه فعلا أنا جوزي بتده يتنفق علي معنى طول الوقت مريحة وبعمله كله هو عايزه وفي نفس الوقت الراجل بيشوف حاجات تانية إن ستات مش عادتنا ومش تقالدنا وبيعملوا حاجات إكستريم ودلع غريب مش بتاعنا فيقول لأ مطالب إن الست دي تبقى مصرية ولبنانية وهندية يعني عايز كل الجنسيات في ست واحدة فبرضو بيبقاش عنده الرضا ده لأنه شايف إن الدلع بالشكل ده اللي بيشوفه على السوشال ميديا ترجمة نانسي قنقر